ماقولك 7 مليون واحد بيأخذ مخدرات دي كارثة فبالتالي غدا والي رئيس المجلس إدارة صندوق مكافحة الإدمان قالت إن تم الكشف على 246 سائق حافلات مدرسية أهو يعني 246 سائق إيطوبيس مدرسي فمحافظت من يا بس خلال يومين لقوا 11 واحد بيطاعتوا مخدرات 11 من كام من 246 حال 5% تقريباً أو 4% من شاء الله يكون 1% واحد بيسوق إيطوبيس مدرس وبيأخذ مخدرات يا سلام ويروح لابس بقى في إيطوبيس تاني يروح مقلوب يروح يشوف الدولة بالمشاقلب يضيع أطفالنا وولدنا نعمل في إيه؟ نسيبه نقول عنده عيال واللي يأخذ على دماغه ويأخذ على دماغه ويأخذ على رقابته ويتفصل من شغله هو ده اللي حصل حولهم للنيابة طبعاً وقالوا إنه هم بيأخذوا ما بين فيه سبعة منهم بيشربوا حشيش وفيه تلاتة بيأخذوا ترامدول وفيه واحد بيأخذ مورفين وطبعاً هذا الكلام أعتقد إنه كلام لازم يتعمم في كل المحافظات في نفس التوقيت يعني هو قبل كده بقولك فيه انخفاض نسبة الطعاطي ده كلام إيجابي يعني في نفس التقرير تم الكشف عن 50 ألف سائق مهني خلال العام الماضي وانخفضت نسبة الطعاطي المخدرات بينهم من 24% ربعون بيأخذوا يعني سنة 15% لـ 12% سنة 17% تم الكشف على 2500 سائق حفلات مدرسية العام الماضي انخفضت نسبة الطعاطي من 12% في 15% لـ 29% من 10% خلال الفصل الدراسي الماضي والحاملات مستمرة لكن أنا بقول يعني خلينا نشعر شوية بالمسئولية كل واحد من السوائين إخواتنا وأهلنا من قانة الحافلات أو سوائي الإتوبسات ينتبه أنه هو أول حاجة لصحته هو حر فلوسه هو حر انتبه يا أخي لأعيال الناس أولاد الناس يا أخي انتبه على أولادك لما أنت تفصل من شغلك ترعد على أهم غير شغل خاف على أولادك الموضوع محتاج نظرة لأنه تاني بقول أنه المجتمع الآن بيعاد تشكيله من جديد